في إطار حملاتها المستمرة لدعم وإغاثة النازحين في المحافظات العراقية المختلفة قامت منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بتوزيع مساعدات على العائلات النازحة في محافظة الأنبار المنظمة قدمت ضمن حملة مساعدات جليلة لها مجموعة من المواد الغذائية إلى نحو ألف عائلة نازحة في مخيمات الحبانية بمحافظة الأنبار جاءت هذه الحملة اليوم بتجهيز ألف سلة غذائية لألف عائلة نازحة في مخيمات الحبانية في محافظة الأنبار الحملة جاءت ضمن جهود المنظمة للتخفيف من الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تعيشها العائلة النازحة في مخيمات النزوح المختلفة التي تعاني من نقص المواد الأساسية والدواء والغذاء وتفتقر لأبسط مقاومات الحياة الكريمة مستمرة المنظمة سعيا منها في تخفيف معاناة النازحين في هذه المناطق التي تشهد نزوح المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبدالقادر محمد أكد استمرار الحملات التي تقوم بها المنظمة في العديد من مناطق البلاد لسيما مخيمات النزوح في محافظة الأنبار متمنيا للنازحين العودة السليمة بأسرع وقت ليست هذه الحملة الأولى ولا الأخيرة إن شاء الله ولكن في محافظات مستمرة في كل المحافظات وخصوصا في حمضة الأنبار في مخيم الخالدية ومخيم الحبانية وفي مخيمات العمرية وكذلك في غرب الأنبار في عانا وراوة والقائم الإهمال الحكومي لمخيمات النزوح جعل العائلات هناك تعاني ظروفا إنسانية صعبة في خيم مهترئة لا تقيهم برد الشتاء ومياها أمطاره بل إضافة إلى نقص المواد الغذائية والدواء وأبسط مقويمات الحياة أما أهالي المخيم فقد عبروا عن شكرهم وانتنانهم للمنظمة وفريقها الإغاثي لجهودهم بدعم النازحين والوقوف معهم في محنة النزوح التي يمرون بها طبعا اليوم نشكر منظمة أم القرى على هذه المساعدة الإنسانية التي قدموها للنازحين من خيمات المدينة الحبانية السياحية ونشكر كل من ساهم بهذه المساعدة الأهالي نشكر منظمة أم القرى على المساعدات كارتونة جابتنا إياها هذه النازحين السياحية ونشكرهم أن يجبوا المساعدات يعني بطانيات فراش قطيان هذه النازحين بالسياحية قتلهم البريد